ليه النارس بتعتبرك من أوائل أو أهم اللي بيعملوا مدلي؟ ليه؟ مدلي آه هقولك أنا 2006 كان عمري ديها بزمان يعني حبيبنا طبعا كلنا أسلم عليه إنه كان دايما ودايما نخش نشوفه عامل مدلي مقسوم يخش على المدلي المقسيم اللي هي بتاعته عنده مثلا 30 اتراك نجح فيخش على المدلي فعجبتني كلمة المدلي طب أنا ليه ما أعملش المدلي الحتة اللي أنا شاطر فيها أو الحتة اللي الجمهور بيحبني فيها اللي هي الأغاني الدراما الأغاني اللي بتفكرك بوالدتك بأهلك بحبيبك بابنك بالذكريات بالحاجات دي وأنا الحتة دي عندي يعني كويس فيها شوية بأحبها كمان يعني بأحبها بس طبعا مش بأعملها الوحدة يعني فيه مطربين بيعملوا كده بس أنا ما ينفعش أعمل كده بس لأن عندي حفلات وعندي أفراح وعندي حاجات تانية الناس مش هتقدر تسمعك في الشكل بدلة سودة بس يعني بس سعاد فكرة المدلي برضو التميز بتاعها إن هي لما تكون جامعة الحاجات الدراماتيك بتاعتك دي عملت بقى أنا كده واجبة عملت كده لأن لقيت عندي كمية أغاني دراما كتير جدا كتير يعني مع الدي 12-13 تراك كلهم نجحين قوي مش واحد بس يعني كتير كتير أسماء يعني ونجحين مش بس في مصر نجحين في العالم العربي كله وأنا ما كنتش أخد بالي يعني ما يعرفش فعرفت لما سافرت مرة 2015 دبي كان أول مرة أو 14 كان أول مرة أسافر حفلة لدبي حفلة بفرقتي بجمهور غنيت أغانية سماعة ما سألتنيش في أغانية سماعة نفسها تشوفني في أغانية ده كان بقى شغل إنتاج الرجل الحبيبنا العظيم المنتج العظيم مونت محسن جابي ده كان إنتاجه سعادة فغنيت الأغانية دي وعرفت إن الجمهور حافظ الحتة دي فنزلت بتاعتها اشتغل على إن فكرة لازم أعمل ميدلي للأغانية اللي عندي عملته في أول حفلة هنا 2016 ونزلته عندي برضو على عندي على اليوتيوب في المحل اللي قلتلك عليه لقيته برضو معدي الـ 15 مليون و20 مليون وأنا وعلش حاجة اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة